مع بزوغ فجر العشرين من يوليو حلقت الطائرات العسكرية في سماء صنعاء في هجوم مباغت على مواقع عسكرية لميليشيا الحوثي استهدفت العملية العسكرية التي تقودها السعودية العديد من الصواريخ الباليستية التي لا تزال في حوزة الحوثي وفق المتحدث الرسمي لقوات التحالف ترك المالكي الذي أكد على تدمير خمسة مواقع للدفاع الجوي نفذت العملية الجوية وفق متحدث التحالف في إطار استكمال القضايا على القدرات العسكرية للميليشيا الإنقلابية بالإضافة إلى منع وصول الأسلحة الإيرانية إليها خصوصاً وأن تلك الأسلحة كما يقول المالكي تعد تهديداً مباشراً لطائرات الأمم المتحدة والملاحة الدولية وحياة اليمنيين العمليات العسكرية أتت بعد ثلاثة أيام من اعتراض قوات التحالف طائرة مسيرة في سماء نجران أطلقتها ميليشيا الحوثي بحسب مصادر في التحالف بالتزامن مع وجود المبعوث الأممي في صنع تاتي المواجهات المتبادلة بين الرياضي وميليشيا الحوثي بالتوازم عن دلاع أزمة بين واشنطن وطهران في مضيق هرمز كما أنها تتزامن مع طلب الرياضي من واشنطن دعماً عسكرياً واستخباراتياً ونشر قوات خاصة لملء الفراغ الناجم عن قرار الإمارات سحب قواتها من اليمن